صراع انتخابي مبكر تدور رحاه بين أقطاب العملية السياسية لا سيما بين تحالف سائرون التابع لمقتدى الصدر واتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي الذين تبادلان اتهامات بشأن دعم الميليشيات وزرع الطائفية في العراق البطة هي كونية السيارة التي كانت تنفذ بها عمليات القتل على الهوية أصبحت اليوم عنوانا للتراشق بين الطرفين وذلك ضمن مطالبات التيار الصدري بالحصول على منصب رئاسة الوزراء بعد فشل الأحزاب الشيعية على حد وصفه وتشبث حزب الدعوة بالمنصب الذي احتكره لسنوات وفي سياق هذه الاتهامات المتبادلة قال النائب عن سائرون غائب العميري إن من استخدم سيارة البطة في أمور طائفية انشقوا عن التيار الصدري وتحالفوا مع نور المالكي ليرد القيادي في اتلاف دولة القانون خالد الأسدي بالقول إن المالك احتوى العناصر الخارجة عن القانون لإدخالها في إطار القانون مؤكدا أن كل القرارات التي اتخذتها حكومة المالكي كان التيار الصدري شريك فيها لا يخفي تحالف سائرون رغبته بالحصول على منصب رئاسة الحكومة المقبلة عقب الانتخابات التي من المفترض أن تجرى في تشرين الأول المقبل ويحشد في سبيل ذلك ما يعتبره أدلة على أحقيته في هذا المنصب معتبرا أن الأرقام تعطي أريحية للتيار الصدري وتجعل المرحلة المقبلة مرحلته وعلى الرغم من أن التيار الصدري يتكأ في دعواه على الفشل الذريع الذي خرجت به جميع الحكومات السابقة إلا أنه يتجاوز حقيقة أنه كان مشاركا وبقوة في جميع الحكومات ويملك فيها عددا كبيرا من الوزارات والمناصب التي تجعله شريكا أساسيا في هذا الفشل بل إن مقتدى الصدر نفسه أقر بأن لا حكومة تخرج للعلن إلا بعد موافقته مناكفات سياسية تتكرر قبيل كل موسم انتخابي لتكشيف جانب من الفساد والفشل والصراع على المناصب وتبين حجم الخيبة بهؤلاء وعمليتهم السياسية البائسة التي لم يجن منها العراقيون سوى الخراب